بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبي والي الطيبين والطاهرين السلام عليكم طلابنا طلاب المرحلة ولو زملانا وياكم زميلكم المختار العباس عضوتي مطورة ان شاء الله راح ناخذ محاضرة الكينياء تحت انوان لفريغة كالز والانتي اوكسيدنت طبعا محاضرة بسيطة اغلبها يعني عبارة عن حفظ فان شاء الله انا اعشر تلكم الاشياء المهمه والاشياء اللي تركزون عليها اكثر شي و تصير سهلا عليكم زي تدنا بالبدان هانا ده يجي يعرف الفريراديكالز الفريراديكالز is a molecule or molecular fragment that contain one or more unpacked electron in its outer orbital الفريراديكالز هي عبارة عن موليكيولز عن جزيئة هاي الجزيئة عدتها الكترون موجود بالغلاف الخارج جمالة الكترون يكون مفرد يعني شوفوا سذني عدنا الكترونات اثنين هاي الكترون اثنين ذني مستقرات ازواج صائرات بشكل بيرد اما هنانا انبيرد الكترون الكترون واحد هذا كله شنصيح لنصيح لفري هي اي موليكيولز عدتها single electron or impaired electron بالoutor orbital بالغلاف الخارج بالغلاف الخارج بالغلاف الخارج الoxidation reaction ensure that molecular oxygen is completely reduced to water احيانا صير عملية oxidation عملية اكسدة هاي عملية الاكسدة الصير للووتر او للأكسجين sorry عملية اكسدة ناكسد بيها الاكسجين على مودش ينطيني ينطيني ووتر الاكسجين تحول الى ووتر هاي العملية تحول الاكسجين الى ووتر ينتج عنها free radicals وهذا free radicals يكون highly reactive جدا متفاعل تفاعليتها كلش قوية وطبعا الخطر يأثر على living system كله زين فيكون كلش havoc or dangerous يعني هي free radicals هي عبارة عن مثل ما قلنا فالجزئة لربما هاي الجزئة مو شرطة تكون اكسجين ممكن تكون هيدروجين اي جزئة بس شنوه اعتها الكترون واحد وغلافة الخارج يكون unpaired يعني غير مزدوج هنانا راح تكون بشكل free radicals هاي تأثر على الجسم يعني تدمر هواي من الانسجة free radicals فمو زينة بس احنا جسمنا عدى في نظام دفاعي ضد free radicals يتخلص من حيثها زين هسا free radicals لها تسمية ثانية يسموها reactive oxygen species من تسمعون reactive oxygen species معناتها هي نفسية free radicals هنانا عدنا الانواع مع free radicals عدنا super oxide anion radicals هذا اول نوع hydro biroxyl radicals عدنا hydrogene biroxide وكذلك hydroxyl radicals و libit biroxyl radicals ايضا عدنا هنا السينغلت oxygen وال nitric oxide وال biroxyl nitrate هذاني كلهن يعتبروهن reactive oxygen species او free radicals 0 important characteristic of the reactive oxygen species or free radicals شنوه الخواص الخاصة بالجذور الحرة اول شي تكون extreme or highly reactive قابليتها التفاعل جدا عالية الاشي الثالي تكون short life spine يعني short life spine يعني وجودها بالجسم ما راح يبقى هوائية وحياتها قصيرة مثل ما نقول تبقى فترة وتتدمر زين زين generation of new reactive oxygen species by chain reaction نانا اش دا يقصد يقول نفسيتها مثلا احنا فد عدنا فد موليكيول هاي الموليكيول فقدت الكترون بقعت الكترون واحد بالغلاف الخارج هاي تحتاج نفسيتها الجزائية اللي صارت free radicals تقدر تكون free radicals ثانية يعني هي بنفسها تتكاثر سوى الالاف من free radicals شون عدنا هاي جزائية ركزوها بهذا الرسم هاي الجزائية عبارة عن free radicals شون عرفنا free radicals دا نشوف انه عدت الكترون واحد هنا بغلاف الخارجي زين فهاي تحتاج الكترون ثانوية راح تروح الى جزائية مولكول هاي normal كل ما بها دا نشوف هاي بها زوج وهذا زوج وهذا زوج ما عتفت الكترون واحدة فنشوف انه هاي جزائية normal زين 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 فهنان هاي الذرة او الجزائية اللي هي free radicals راح تجي تضطر يعني تاخذ الكترون من هاي اللي اللي بصفها المولكول اللي اللي ما بيها شي اللي تعتبر normal عفو راح تاخذ هذا الالكترون تخلي عليها اشتوت بهالحالة كونت free radicals جديد لانه هاي normal فقدت الالكترون فصار شكلها هذا فصار new reactive oxygen species أو free radicals زين فكل وهاي نفسية الى free radicals جديدة ستشوف له مولكول جديدة وتاخذ منعتها شنو وتاخذ منعتها الكترون وهميا تكون free radicals وهكذا سلسلة زين النقطة الرابعة اللي هي من characters أو الخاص مالة free radicals اللي هي damage to various tissue تحط مننا الانسجة free radicals فهي مو زين بالتالي زين الـ of free radicals راح نجي نشوف free radicals منين تجينا اكثر شي اول نقطة عدي يقول they are constant to produce during normal oxidation of foodstuff due to lack in the electronic transport chain in the mitochondria about 1-4% of oxygen taken up in the body is converted to free radicals احنا الاكل اللي راح ناكله اش راح يصير لا 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 راح يتأكسد اتحفت عملية يسموها electron transport chain هاي عملية electron transport chain من خلالها الميتو كونديرية تطلع عنا اي تي بي تطلع عنا طاقة على موتي تسوينا اكسدة للطعام هاي عرفناها زين اثناء الالكترون ترانسبورد او اثناء الميتو كونديرية انه سوى اي تي بي راح تحتاج اكسجين راح تصرف اكسجين هذا الاكسجين اللي راح تستهلكه شو راح تستهلكه تلزمه وتحوله الى فري راديكالز فبالتالي عملية الاكسيدينيشن او صور الاكسيديشن اللي صير للفودستوف راح ينتج عنا فري راديكالز هذا اول مصدر فري راديكالز زين كل السهل تقريبا واحد الى اربعة من مية من الاكسجين اللي راح تاخد الميتو كونديرية راح يتحول الى ثانيا سم انزيم ستج زينتين اوكسيديز والالديهايد اوكسيديز او صوري سوبر اوكسيديز سوبر اوكسيديز وهيدروجين بير اوكسيديز الزينتين اوكسيديز والالديهايد اوكسيديز هذه عبارة عن انزيمات موجودة في جسمنا تفيدني الى الطفل وظائف ستاخدوها ان شاء الله بصف ثاني وبصف ثالث وهذه الانزيمات من تشتغل وتعدى وظيفتها راح يطلع عنها ناتج عرضي وكأنه الالدهياد اوكسيديز والألدهياد اوكسيديز من يحدون عملهم سيصبح الناتج عرضي جراء عملهم يعني يتطلعون سوبر اوكسايد او رديكالز يعتبر فري رديكالز طبعاً وهايدروجين بيروكسيديز أيضاً يعتبر ريكتف اوكسيجين سبيشيز وفري رديكالز. كذلك هذا المصدر الثاني فري رديكالز النات بي اوكسيديز نده انفلاميشن سيلس نيوتروفيل زينوفيل زينوفيل بروديوسيس سوبر اوكسايد انايون بايفروسيس أوف رسبايراتري بورست دورين فوكوسايتوسيس عملية الفوكوسايتوسيس اللي نسميها عملية البلعمة اللي هي عملية دفاعية يسويها الجسم اذا اطفوا شي غريب للجسم راح يجصل لفوكوسايتوسيس فهي تعتبر عملية دفاعية فهي الفوكوسايتوسيس تحتاج مجموعة خلايا يسموها الفلامترسة الخلايا الالتهابات اللي هي نيوتروفيوس سامعين بها الخلايا القاعدة والحمضة والعدلة نيوتروفيوس والإزينوفيوس والمونوسايت والماكروفيج هاي كل الخلايا راح تجتمع نسميها الانفلامترسيال تمام وسوينا فوكوسايتوسيس هاي عملية الفوكوسايتوسيس اللي يسويها هاي الخلايا بالانفلامترسيال او بالانفلامترسيال او بالانفلاميش من نصر التهاب تحتاج ناد بي اتش اوكسيديس تحتاج هذا الانزايم عملية الفوغوسايتوس استحتاج ناد بي اش اوكسيديز هذا الناد بي اش اوكسيديز من يجي يشتغل وتكمل عملية الفوغوسايتوس عملية البلعمل سيحصل لدينا ناتج عرض اللي هو السوبر اوكسايد انعيون يعتبره في ري راديكالز وهذا المصدر الثالث عندي رابعا الماكرو فيج الماكرو فيج اطلع عندنا نايترك اوكسايد فروم ارجنين بايذي انزايم نايترك اوكسايد سنتيز ايضا عن مهب اموره المفلوسايتج عندي هذا النزايم بجسمنا اولتنا نايترك اوكسايد سنتيز هذا الإنزايم يحتوي يتركوا الارجنين يحول الارجنين او يصبح الارجنين سيطلع عندنا نايترك اوكسايد ô والنايترك اوكسايد� ما نcko gamer لكن هو تركاء عرض العرب الجذور نايتركЖ الحصوصي الثالث نايترك أوكسايد سينثيس هذا الإنزام الذي يحول الأرجنين إلى نايترك أوكسايد إلى أهمية أيضاً كأنتي بكتيريال ميكانيزم يشتغل ضد البكتيريا التي تدخل الجسمنا زيل؟ زيل أربنا الآن المصدر الرابع للفري راديكالز المصدر الخامس عملية البيروكسيدياشن اللي هي عن طريق اللايبو أكسيجينيز عن بليتلت عن اليوكوسايد أكفاد إنزام اسمه لايبو أكسيجينيز هذا موجود بالبليتلت وموجود بالليوكوسايد خلايا الدم الباقية اللي هو يعزز البيروكسيدياشن عملية البيروكسيدياشن أكفاد ناتج عرضي إلها كفري راديكالز وأكثر شيء يطلع عندنا هيدروجين بيروكسيدياشن الآن ندرسه في هذا المصدر الخامس يعتبر زيل واحد يتعرض إلى رادييشن إلى إشعاعات مثلا تكون قاما أو إشعاعات UV رادييشن هاي الإشعاعات تأثر على جسمه فتسوي دمج للتشيو تحطم الأنسجة فالإشعاعات من يتحطم الأنسجة راح يطلع كناتج عرضي عنها هايدروكسي راديكالز يعتبر هذا فري راديكالز وكذلك هايدروجين بيروكسيدياشن وكذلك سوبر أوكسايد أنيون زين؟ ثلاثة شغلات يطلعون من الأشعاعات اللي يسووا تشيو دمج ثلاثة أنواع من الفري راديكالز المصدر السابع اللايت أحيانا الفوتو لايسس أوف أكسجين أو اللايت يسبب بالفوتو لايسس أوف أكسجين تحلل الأكسجين وبالتالي ينطيني سينغلت أوكسجين سينغلت أوكسجين يعتبر فري راديكالز هادينا هذا الـ H2O2 اللي هو نفسي تلهايدروجين بيروكسيدياشن هذا يعتبره منيمال وان كامبارتمنت فري راديكالز يعني منيمال دامج احنا موقنا لفري راديكالز السوينا دامج للتيشيو مو زيانة لفري راديكالز لازم نتخلص منها هسا نحن ندرس بالمصادر ملتها وهسا نحن نعرف شون الجسم يتخلص من قتها زين عدنا أحد أنواع الفري راديكالز اللي هو الـ H2O2 اللي هو الـ H2O2 يقول هذا يأثر على التشوي يأثر على الأنسجة بس ما يسوي دامج قوي يعني خطورتها مو كلش قوية وطبعا هذا يعتبروه شنو هو يعتبروه نوت فري راديكالز يعني بعض المصادر تقول انه الـ H2O2 هو مو فري راديكالز يقولون يصير فري راديكالز اذا اتحد وهي الـ Free Iron وهي الحديد اللي موجود بدمنا من يتحد وهي الـ H2O2 ومن يتحد وهي الـ H2O2 ديش الساعة لـ H2O2 يكون فري راديكالز يتحول الـ H2O2 ويكون هاي اللي يكتب فاحنا دانسل عنا شنو مصدر الـ H2O2 الـ H2O2 يعتبره شنو هو يعتبر فري راديكالز نقول مصدره اتحاد الـ H2O2 وهي الـ H2O2 وبالتالي نطاني H2O2 كذلك عدنا الـ Cigarite Smoke عدنا الـ Nicotine يحتوي على Free Radicals المدخنين طبعا الـ Inhalation of Air Polytent يعني فدواء هتستنشق هواء ملوث ممكن هذا الهواء الملوث يزيدنا احتمالية تكون Free Radicals and increase the production of Free Radicals عدنا كذلك النقطة الـ 11 اللي يقول under hypoxic conditions the mitochondrial respiratory chain also produce nitric oxide which can generate other reactive nitrogen species excess reactive oxygen species and reactive nitrogen species can lead to oxidative stress هنا يقول الـ Hypoxia بحالة الـ Hypoxia الـ Hypoxia يعني أنه جسم مدى يوصل أو الـ الأنسجة مدى يوصلها أكسجين كافي مدى يوصلها دم كافي زين هاي الحالة نسميها hypoxia زين الميتو كونديري شرح يساوي في هاي الحالة الميتو كونديري راح يطلع عندنا nitric oxide اللي يعتبر Free Radicals وهذا nitric oxide راح يساوي لنا شنو راح يصير بي generate الى other reactive nitrogen species راح يطلع عندنا انواع ثانية وبالتالي راح بال reactive oxygen species يعني Free Radicals وكذلك reactive nitrogen species ويصير عندنا oxidative citrus في حالة الhypoxia همي ان يصير عندنا انتاج من Free Radicals هاي الاشياء اللي اخدناها اللي 11 نقطة هاي كلها فتحالات من خلالها يتكون Free Radicals هاي بشكل طبيعي بالجسم يعني يصير بجسمنا حتى يعني شكل نورمال ده صير هاي شنوه دفاعات بالجسم تطلع Free Radicals ما تخليها تسوي الخطورات مالتها يعني تحاول جسمنا دائما تخلص من عتا نسيح عندنا مصطلح Free Radicals Scapinger System النظام الدفاعي مالت جسمنا ضد Free Radicals نسميه Scapinger System يعني جسمنا شور راح يطلع Free Radicals شور راح يقضع عليها بأي نظام نظام Scapinger System أولا عندي فد إنزايم اسمه Super Oxide Dismutase Super Oxide Dismutase راح ناخذ مجموعة إنزايمات هاي الإنزايمات كل إنزايم مسؤول أنه يحطم في Free Radicals في نوع معين من Free Radicals نزين وكل إنزايم شغلة يعتمد على الشي هس اللي راح ناخذ كل نفس الشي هاي شي نزين Super Oxide Dismutase يسمونه Mytochondrial Super Oxide Dismutase يعني موجود بالMytochondrial هذا الإنزايم هذا يشتغل لحتى يشتغل لازم أكو منغنيز يعني شغلة يعتمد على المنغنيز هذا منغنيز Dependent زين هذا الإنزايم إذا صار بي دفكت هذا Super Oxide Dismutase إذا صار بي دفشنسي أو صار بي دفكت يعني بعد ما يشتغل زين Fri Radicals فاش رح يصير رح صار عندنا حالة يصير أكوفاد يسموها Amyotrophic Lateral Scyclerosis Amyotrophic Lateral Scyclerosis هاي اللي Fri Radicals تمشي تأثر على النيرفات على نيرفات أو Neural سيل يعني الخلايا العصبية النيرفات نمشي هاي اللي Fri Radicals حيحطمها فيصير عندنا هنا Uncontrolled contraction of the muscle يعني العضلات أو Uncontrolled movement يعني الشخص بعد ما يسيطر على عضلات أو شي تمام هاي الحالة يسموها Amyotrophic Lateral Scyclerosis هاي سببها شنو سببها انه هذا الانزايم اللي هو Super Oxide Dismutate Cire B Deficiency هذا الانزايم شنو شغلة يسوينا remove لل Free Radicals موجود بالميتو كوندرية زيان مسؤول يعني كخط دفاعي يطلع Free Radicals زيان عندنا انزايم ثاني اللي هو اسمه Glutathione Beroxidase Glutathione Beroxidase عبارة عن انزايم مسؤول عن remove مالة H2O2 يعني الhydrogen Beroxidase هذا يعتبر Free Radicals H2O2 Hydrogen Beroxidase من هو اللي مسؤول عن ازالته بالجسم هذا الانزايم الglutathione Beroxidase يحطم الhydrogen Beroxidase ويطلع هذا هذا الglutathione Beroxidase هذا الانزايم اذا يشتغل لازم اكون سيلينيوم فيعتمد على السيلينيوم وبشغله سيلينيوم ديبندنت أوكي أوكي قبل السوبر أوكسايد ديسميوتيس شان يعتمد على المغنيسيوم زيد عندنا الglutathione redactase هاي النقطة انا افضل هسا اشرحها على المخطط شوية اوضح وبعدين نرجع للكلام زيد عندنا هنانا دردتين أوكسيجين واثنين هايدروجين حيتحدون ينطوني H2O2 زائد O2 ينطوني أوكسيجين وينطوني أوكسيجين شنو ينطوني H2O2 اللي الهايدروجين بيروكسيديس ينطوني كفري راديكالس طبعا زيد هذا الهايدروجين بيروكسيديس انا ما اريده لازم اتخلص من عنده لان هو جذور حرة ممكن تأديني سولي دمج بالتشيو فلازم احوله زيد راح يتحول الى 2H2O ذرتين من المي راح يتحول عن طريق انزايم عن طريق الكلوتاثيون بيروكسيديس طبعا شنو احنا عدنا بالضبط هذا الكلوتاثيون بيروكسيديس شون اجيبة بالبداية عندي الكلوتاثيون رداكتيس هذا الكلوتاثيون رداكتيس فالانزايم لازم يتحول للجلوتاثيون بيروكسيديس مان يتحول للجلوتاثيون بيروكسيديس ديش الساعة انا اقدر اقضي على هذا هذا الكلوتاثيون الريدكتيزي الشر رح يتحول إلى كلوتاثيون بيروكسدييز اللي هو الفعال واللي يقضي على الريدكاس يحتاج ذرة هايدروجين ذرة الهايدروجين من يجلبها من الناد بي اج هذا الناد بي اج عبارة عن ناتج عرضي من تحويل الكلوكوز يعني من عملية الكلوكولايسيس عملية تحلل الكلوكوز نحن نريد نحلل الكلوكوز ونصرفه عندنا فتنزام يحول الكلوكوز إلى شأنه هو ناد بي اج هذا الانزيم شنو اسمه غلوكوز سيكس فوسفيت ديهايدروجينيز انزيم مسؤول عن تحويل غلوكوز الى ناد بي اتش هاي الناد بي اتش راح يجي لغلوتاثايون بيروكسيديز او غلوتاثايون ريداكتيز راح يجي ياخذ اله من الناد بي اتش على مو يتتحول الى غلوتاثايون بيروكسيديز هنا انا راح يبقى عندي فقط ناد بي اله راحت و بالاخير بالمحصل النهاية انا حصلت غلوتاثايون بيروكسيديز هذا غلوتاثايون بيروكسيديز سوري راح شنو راح يقضينا على اله دو اوتو اللي هو الهايدروجين بيروكسيديز يعتبر الفري راديكالز ويحوله الى تو اش دو او بالتالي اتخلصت من الجذور الحرة زين هاي النقطة نفسية ممكن يجيب لكم ام سيكيو شنو المسؤول عن تحويل الغلوكوز الى ناد بي اتش لازم نقول الغلوكوز 6 فوسفيد Dehydrogenase يابة من المسؤول عن تحويل او الغلوكوز 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 يتحول الى الغلوكوز الريداكتيز الشون يتحول الى غلوكوز الغلوكوز الريداكتيز شو يحتاج يحتاج H يجيبها من الناد بي H زين فأي خلل مثلا لو صار عندي لو صار عندي مثلا خل نجي نفسرها طبعا أو ناخذ احتماليات لو هذا الانزايم اللي مسؤول عن تحويله لغلوكوز إلى ناد بي اتش اللي هو ال6 غلوكوز 6 فوسفيد ديهايدروجينز هذا صار بيديفشنسي يعني بعد ما عندنا هذا الانزايم إذن بعد ما عندنا ناد بي اتش إذا ما عندنا ناد بي اتش ما راح نقدر نحصل غلوكوز 5 بيروكسيديز إذا ما كو غلوكوز 5 بيروكسيديز بعد الهتش 2 أو 2 اللي هو شنوه هيدروجين بيروكسيديز يعتبر الفلوكسيديكس بعد ما يتحطم راح يبقى بجسمنا وإحنا راح يسوينا حالات كلش خطرة اللي يعني دمج تشيو عزي عندنا دمج بروديوست باي ريكتب اوكسيجين سبيشيز راح نجي ناخد الدمج اللي يصير بسبب الجذور الحرة ونفصله طبعا فهنا ديقولي اللي فري راديكالس هي اكستريملي ريكتب او هايلي ريكتب هاي احنا نعرفها انه هي جدا فعالة وفعاليتها عالية دير هارف لايف اس اونلي فيو ميلي سيكوند احنا قلنا شنوه شورت لايف سباين يعني هاي اللي في ريكالس تبقى شوية وتروح يعني تموت زين فالهارف لايف مالتها متوسط عمرها هي فيو ميلي سيكوند زين وانا في ريكالس ريكت ود نورمال كمباونت ادار في ريكالس ار جنريتد يعني احنا عدنا في ريكالس جذر حر وبصفة فهذا موليكيول سيطبيعيه هو اش راح يسوي يأخذ من الموليكيولس هذا الطبيعيه اخذ معتاه الكترون يعني خلعته الكترون انبايرت خلعته الكترون غير مزدوج فصارت في ريكالس اللي هي كانت طبيعيه تحولت الى في ريكالس فهو يبقى يسوي جنريتد يعني نفسي في ريكالس جذر الحر يبقى يكاطر بنفسه لماذا؟ لأن هناك دائر مدائرة في هذه الـ normal molecules هو يمشي حول هنا في الـ free radicals مثل ما شرحناها بالبداية هذه الـ reaction lead to 1000 of free radicals يعني تنطيني آلاف من في الـ free radicals لدينا الـ الـ polyunsaturated fatty acids and plasma membrane lead to loss of membrane function نحن لدينا عملية يسموها عملية الـ بيروكسيديشن هذه العملية تصير للـ polyunsaturated fatty acid sorry fatty acid غير مشبعة polyunsaturated fatty acid سيصر لها بيروكسيديشن هذه الـ polyunsaturated fatty acid موجودة أساساً هي موجودة بالـ membrane موجودة بالـ membrane of the cell بالغشاء مع الخلية موجودة على الـ polyunsaturated fatty acid سيصر لها بيروكسيديشن هذه عملية الـ بيروكسيديشن ستحطمنا الـ membrane function ستحط الممبرين مع الخلية ماذا؟ انتهنا من عدها عرفنا الآن خطورة الـ بيروكسيديشن اللي يصير على الـ polyunsaturated fatty acid ما سيصير؟ يصير membrane dysfunction أو loss of membrane function الليبت بيروكسيديشن and consequent de- degradation sorry products such as مالون di- aldehyde are seen in biological fluid كذلك عدنا احنا شنوه؟ عملية الـ بيروكسيديشن اللي يصير على الليبت حسنا اخذنا الـ بيروكسيديشن اللي يصير على الـ polyunsaturated fatty acid عرفنا شنوه؟ راح نجي نشوف الـ بيروكسيديشن اللي يصير على الليبت على الليبت راح ينطينفت مالون di- aldehyde وهي تعتبر مادة يعني نقدر نقوله free radicals يعني زين؟ أو مادة مو زينة فناتج عرضة إلها زين almost all biological are damaged by free radicals يعني من المحصلة النهائية عملية الـ بيروكسيديشن اللي يصير على الليبت أو الـ راح نطلع free radicals وهذه free radicals راح تسوينا damage ailment damage للـ للخلية أو damage للـ DNA أو damage للـ polysaccharide يعني اللي موجودة عندنا فنحن الـ DNA إذا صار به damage يعني شو توقعون شو راح يصير؟ الـ DNA هو الوحدة الأساسية الجينية اللي موجودة داخل الخلية مسؤولة عن تصنيع البروتينات مسؤولة عن تصنيع الانزائمات مسؤولة عن تكاثر الخلية فنحن راح يصير لها damage بسبب free radicals راح تحطم الـ DNA فراح يصير عندنا انهيبشن للبروتينات والانزائم ساينثيسس راح تتوقف عملية تكوين البروتينات والانزائمات لأن DNA ما كنت تحطم راح يصير سيل ديث راح تموت الخلية أو ممكن يصير ميوتيشن يصير طفرة لأن DNA يتحطم ممكن يطلع بروتينات مصحيحة في الصير طفرة أو يصير كارسينوجينيسس الخلية تتحول من خلية طبيعية إلى خلية متسرطنة فالـ Free Radicals هذا يجيكم أمسكيه طبعا الـ Free Radicals بالمحصلة تسوي ثلاثة شغلات تسوي DNA damage تسوي وبروتين كاربو نيليشن وكذلك تسوي شنوه بيروكسيديشن يقول لك يطيق ذن الثلاثة ووحدة خطأ أنت تختار الخطأ زي هذا الكلام ما مطلوب فقط ذني الثلاثة كلينيكال سيقنيفيكينت شوكت بعد نشوف الـ Free Radicals بيا حالات نشوف الـ Free Radicals عدنا بالـ Chronic Inflammation الالتهاب المزمن شوفوا إحنا كل التهاب لازم أكو مجموعة خلايا مسؤولة عنه كل التهاب أكو في مجموعة خلايا تقود هذا الالتهاب تكون مسؤولة عنه عدنا الـ Chronic Inflammation الـ Chronic Inflammation مثال على الأمراض المزمنة أو الالتهابات المزمنة مثل الروماتيك أريثرايتس هذا الروماتيك أريثرايتس هذا الروماتيك أريثرايتس فد التهاب يصير بالمفاصل يكون مزمن كذلك الـ Chronic Inflammation التهاب أو تقرح يصير بالقولون هذا يكون مزمن أو الـ Chronic Inflammation هذا يصير بالكيدني بالنفرون أو بالـ غلوميرالفلترايشن نفرون يعني داخل الكلة يصير فد التهاب بالـ منطقة يسموها غلوميرالفلترايشن موجودة بالكيدني يعني أو الوحدة هي وحدة الفلترة داخل الكلة حسنا فهيصير بها التهاب يعني يصير كرونيك نسميه كرونيك غلوميرالفلترايشن هذان كلها الأمراض الثلاثة الذكر نحن ينتج عنها طبعا الخلايا اللي مسؤولة عن الالتهاب المزمن هي الـ Neutrophils كل كرونيك نفلاميشن نلقى بهم يعني نحن من نجي للمنطقة اللي صار بها روماتيك أريثرايتس التهاب بالمفاصل بأي مفصل جيت لهذا المفصل مدام هو كرونيك نفلاميشن لازم ألقي نفلاميشن سير ألقي خلايا مسؤولة عن الالتهابات فبالكرونيك بالالتهاب الملزم بالالتهاب المزمن سوري أكثر خلايا راح نلقاها هي الـ Neutrophils زين الـ Neutrophils هي أيضا مسؤولة أنه تطلع عندنا Free Radicals زين وهذا الـ Free Radicals راح يسوي دمج ويفاقم الحالة أيضا يعني يعني هو عنده التهاب وNeutrophils موجودة كخلايا مع الالتهابات وهاي راح تطلع في Free Radicals راح يسوي دمج حتى للتشيو الصاحي اللي موجودة من هذا المكان اللي صار به الالتهابات فمو زين هالشي هذا فنحن بالمحاصلة النهاية لـ Chronic Inflammation ينتج عنا Free Radicals جذور حرة الـ Acute Inflammation الالتهاب الحاد الالتهاب الحاد مثل الالتهاب المزمن هم يحتاج خلايا يعني يحتاج خلايا مناعية أو خلايا التهابات العفو فالمسؤول في المسؤول عن الالتهاب الحاد هو الماكروفيج الخلايا اللي يسوينا بل عمل اللي يسويه فوقوسايتوسيس وهاي الماكروفيج بحد ذاته يسوي Free Radicals بالـ Acute Inflammation زين عدنا الـ Respiratory Disease الأمراض الصير بالـ Respiratory System مثلا فد واحد يعني أو خلينا نقول جماعة كورونا جماعة كورونا يحتاجون أكسجين جاءنا فد واحد انطيناه أكسجين 100% يعني يعني اعتمدنا الأكسجين بالتنفس مالتي يعني احنا ما خلنا يتنفس طبيعيا مباشرة نجيت سويت له Ventilation سويت له تنفس انطيته أكسجين 100% وخليت على أكسجين لمدة 24 ساعة ما سيحدث لهذا؟ سيحدث 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 للـ Endothelium System البطانة الداخلية لم تتجهز التنفس سيحدث ستتحطم سيحدث لديه الماء يجمع داخل الرئة تقوم تنضح الرئة ويتجمع داخلها ماء سيحدث هنا في هذه الحالة من صار Destruction بالـ Endothelium بسبب هذا الأكسجين اللي استمر 24 ساعة وصار ماء داخل الرئة سيحدث بها التهاب سيحدث بها التهاب مباشرة سيحدث هنا سيحدث الـ Neutrophils اللي هي تعتبر خلية مالة التهابات اللي هي ستتفعل من يصير الحالة من يصير أو مباشرة سيحدث الـ Neutrophils داخل الرئة سيحدث على المكان اللي يصير بـ Destruction يعني على مد يصير التهاب عملية التهابات وهي شي شيء فنحن نعرف أنه الـ Neutrophils ينتج عنها ينتج عنها Free Radicals كذلك لدينا الأمراض اللي يصير بالعين لدينا في هذا المرض يسمونه Retro Lental Fibroblasia اللي هو يعتبر Retinobathy of Pre-maturity الـ Pre-maturity infant الطفل أنه قبل الله ينولد يعني بعد بالـ بعد داخل اليوتراين مارت أمه داخل رحم أمه يعني نسميه premature infant treat with pure oxygen for long time يعني أو الـ Pre-matur infant أنه طفل انولد قبل موعده سامعين مرات نقول إحنا سباعي زي فإحنا الطفل انولد قبل موعده انولد قبل موعده انولد بشهر الساعة أو انولد بالسابع يحتاج ننطيء أوكسجين زي لأن التنفس ماته يكون مو تمام وطبعا هذا راح تاخدوه إن شاء الله بالـ Physiology أو بالـ Respirator بصف ثاني تعرفون انه الطفل اللي ينولد من وقت يعني قبل موعد ولادته ينولد بشهر السابع أو بالثامنة أو بالسادس ليش ننطيء أوكسجين راح تدرسوها بالتفصيل عموما إحنا نطينا أوكسجين فاش راح يصر عنده راح يصر عنده راح يصر عنده راح تكون عنده راح تكون عنده ولأنه راح يصر عنده ثرومبوكسين ريليسيس كذلك فاسكولار كونستركشن سلونار إنجري فهنا نعمية راح يصر عنده كذلك عنده ديستركشن وبالتالي تجي نوتروفيلز عنده يجي ثرومبوكسين يتفعل عنده وبالتالي يصر عنده فري راديكالز ولي فري راديكالز بحث ذاته سوى دمج هاي أيضا عرفناها الحالة زي الريبر فيوجين إنجري قدنا الريبر فيوجين إنجري بعد مايوكارديا إسكيميا سوري كارسيس بفري راديكالز يعني دورين إسكيميا ذاته زانتين أوكسيديس وين ريبر فيوجين دسكارسيس كونفيرجين هايبوزانتين إلا زانتين عن سوبر أكسايد أنيون ليدين تو أغريفاشن مايوكارديا الإنجري إحنا شنو عدنا من نسمى عن مصطلح إسكيميا إسكيميا يعني نقص بالدم أحيانا المايوكارديا العضلة القلب مايوكارديا الإسكيميا أنه يعني عضلت قلبنا مايوصلها دم كافي مايجا تتغذى بالدم الكافي إحنا أنا من نصير هاي الحالة راح يتفعل عندي إنزايم اسمه الزانتين أوكسيديس عضلة القلب مايجيها دم كافي تفعل إنزايم اسمه الزانتين أوكسيديس هذا الزانتين أوكسيديس راح يحول الهايبوزانتين اللي موجود إلى زانتين وكذلك يحول الزانتين إلى سوبر أوكسايد أنعيون وبالتالي هذا الزانتين أوكسيديس بحالة المايوكارديا الإسكيميا راح ينطينا شنوه ينطينا سوبر أوكسايد أنعيون أبو المايوكارديا الإسكيميا اللي العضلة القلب مالتها ما يوصلها تغذية كاملة من الدم على مدى نتلافع إنه تتكون الجذور الحرش ننطي علاج ذا اكتشفناها من وقت يعني ننطي مثلا ألوب يورينول إن شاء الله راح تاخدوه بالفارما وننطيه زانتين أوكسيديس إنهبيتارس إنهبيتارس يعني أدوية توقف هذا الإنزام اللي اسمه زانتين أوكسيديس نوقفه على مدى بالأخير مايصر عنده جذور حره وما يتحطم العضلة فهي النقطة الخامسة النقطة السادسة الأثيروسيكلوروسيس وميوكارديا انفاركشين عندنا فتشي بجسمنا اسمه لاو دينستي لايبو بروتين اللي نرمزلها الديال هاي اللاو دينستي لايبو بروتين راح تتجمع تحت الاندوثيليار سيل تحت البطانة أو الخلايا المبطنة طبعا هاي من تتجمع راح حصل لها أوكسيديشين راح تتأكسس إضافة إلى ذلك من تتحول الى allaو دينستي لايبو بروتين انه تريد تبتلع اللاودينستيلايبوبروتين لانده شوفه انه ده شكل خطوره تجي الماكروفيج حتاخذ هاي الدهون حتاخذ اللاودينستيلايبوبروتين خليها يعني تبتلحها سأولى فوقوساتوسيس من تبتلحها الماكروفيج راح تتحول من ماكروفيج الى خلايا نسميها فومسير والفومسير عبارة عن خلايا موجودة بداخلها دهون اللي هي نفسية هالماكروفيج من اخذت الدهون اتحولت الى فومسير هاي الخلايا راح تتجمع داخل الارتري او داخل الفينات وسوي اثيروسيكلوروسيس تصلب بالشراين راح تسوي تمام اتمنى فهمتوها كذلك عندي شوك ريليتد انجري الى فوقوساتوسيس دامج منبرين باو بيروكسيدياشن يعني البيروكسيدياشن مالت الليبت مالت الدهون راح يسوينا شنو هو دامج بالمنبرين حشيناها فوق وينتج عنا فري راديكالس طبعا بيريليس اليوكو ترينز فروم بليتلت عن دروتياز فروم ماكروفيج وغاية العملية البيروكسيدياشن من خلالها راح يتحرر اليوكو ترينات من البليتلت وكذلك بروتيازيس انزيم من الماكروفيج وغاية الانزيمات اليوكو تريين وكذلك البروتياز انزيم اللي تطلع من الماكروفيج راح تزود الفاسكولار بير موبولوتيت راح تزود النفاذية مالة الشرايين وكذلك الاوردة وبالتالي راح يصير عندنا ادمة يعني هو شريان خلي نقول شكل الطبيعي هذا شكل الطبيعي هذا الشريان من انفرزة هاي المواد اليوكو تريينز اليوكو تريينز وكذلك البروتياز انزيم قلنا راح يسوي انكريز فاسكولار بير ميابولوتي راح تزود النفاذية يعني الفاسكولار او هذا الارترهيج راح يصير شكله راح يزيد النفاذية مالتة تمام فمن زادة النفاذية اش راح يصير عندي اعتياد راح يصير نضوح بالبلازمة البلازمة راح تطلع زين وويصير عندنا اوديما اوديما يعني صاير هيش فالتورم يعني فالبلازمة طالعين جوه الجليده ونشوف هيش متل التجمع مالتة الفلود يعني هو عبارة عن فلود بلازمة زين وهاي الحالة اللي يصير بسبب اليوكو تريينز والبروتياز انزيم يصير اكو اديما الانتي اوكسيدنت هي افضل يعني افضل علاج يعني بروتكتف افكت يعني انتي اوكسيدنت على موت اجي اقضي على هاي الجذور الحرة انتي يعني مضادات مضادات الاكسدة كذلك الاسكن ديزيتس الامراض اللي يصير بالاسكن مثل من السورياسس اللي هي داء الصدفية والليكو ديرما ايضا في المرض يصير بالاسكن زين هذول جماعة الاسكن ديزيز ياخذون علاجات ياخذون في دمرهم تمام ياخذون في التوبكال يعني توبكال انتي بايوتيك اذا كان اكو انفكشن عنده المهم ياخذ علاج فذول جماعة السورياسس او جماعة الليكو ديرما من ياخذون علاجات ويتعرضون للشمس او لليو في لايت يعني للاشع عمالة الشمس او للاشع العادية اللي اللي ينسويها زين فهنانا في هاي الحال اش راح يصير عطهم راح يتكون عطهم سينغلت اوكسيجين راح تتكون عطهم جذور حرة في اي شخص مثلا اي شخص عنده عنده سورياسس عنده داء الصدفية وعنده ليكو ديرما هاي اقول ليابه لاتتتعرضي اليو تيفين لات enlarلوح اشعاعات لي اش لان اذا انت اتا عرضت الاشعاعات راح تكون عندك سينغلت اوكسيجين راح يتكون عندك وهذا في ريتكاس ممكن نسولك دميج بالتشيوم والتجسمك ق ממ� kleiner الكارسيناو جينيسيز عندي تريتمنت. الفري ري ري pressure produce dna damage راح يسوعنا دميج بالدي اي وقلنا يصير لدينا ميوتيشن، يصير لدينا كارسينوجينيسي، يصير لدينا ماليغنينسي، سرطان الخليج تحول من خلية نورمال إلى خلية مصرطنة كذلك يصير لدينا ميوتيشن بالسوماتيك، يعني سوماتيك سيل بالخلايا الجسمية تعرفوها المفروض بالانقسامات الشريحة لكم عندنا بالأيجينج بروسس، يعني بالناس المسنين يقول ريكتب أوكسجين ميتابوليزم أو ريكتب أوكسجين سبيشيس بلاي بفوتل رول ان دي جنرايتيف بريم ديسوردرس ستش آس باركينسون ديزيز، الزيهايمر ديزيز، كذلك مالتبول سيكلوروسس الإنسان كل ما تقدم بالعمر، ذول العيجينج بروسس راح شنوه؟ راح يعني هم تلقائيا تتحطم عتهم الديناي وتتكون عتهم فري راديكالس، فراح يسبلهم عدة أمراض منضمينها لفري راديكالس، الزيهايمر، المالتبول سكيلوروسس، زيل نجح نكمل عدنا الليبت بيروكسيديشن عملية البيروكسيديشن اللي يصير على الليبت اللي احنا عرفناها كنا ينتج عنها فري راديكالس طبعا زيل، ونساوي ممبرين ديميج، يتحطان ممبرين ممكن الديناي مصير لا ديميج هاي بها مراحل، نفسي يتبه بيروكسيديشن، بها مراحل اول شي بمرحله يسمونه ايه، انشييشن فيس، وعدنا بروبيجيشن فيس، وكذلك عدنا الفيس اللي يسمونه تيرمينيشن فيس، راح يناقض كل فيس شنو بي بس اللي اقولهن احفضوهن اول شيء الانشياشن فيز الانشياشن فيز انهو البولي انستش رايتت فاتي اسد اللي موجوده بالستير ممبرين راح يصر لها بيروكسيدياشن من يصر لها بيروكسيدياشن راح تتحطم منه تحطم S جدور حراء مثال عليها الكاربون سنترايد راديكالز كاربون سنترايد راديكالز كذلك عدنا لبيت بيروكسايد راديكالز زي ممكن عندنا بوليauso jaנה شي jegoestial acetic . بس اهم واحدة غرفو لي انه الكاربون والليبد بيروكسيديس راسكاكاك يعني يصبح بسم اليدوفيس ان الفيس الثاني الي هو البروبيكيشن فيس يعني الفيس الثاني او المرحلة الثانية من الليبيد بيروكسيديش Wise �агon هذا اللي طلعناه بالإنشيشن فيس بالمرحلة الأولى راح يجي يتحد ويامن وياموليكولر أكسجين ويتحد ويجزية أكسجين وشينطيني ينطيني بيروكسيد راديكالس يطيني جذور حرة يطيني بيروكسيد راديكالس زيان زيان وهي البيروكسيد راديكالس راح تمشي هميا يتأثر على بولي أنساتوريته فاتي أسيد تمام وأيضا يسوينا جذور حرة جديدة هنا يقول يعني نحن بهذا الفيس البروكيشن فيس عرفنا أنه الكاربون سنتارد راديكالس راح يتحدوين الأكسجين وينطيني بيروكسيد راديكالس وهذا البيروكسيد راديكالس راح يروح يأثر على بولي أنساتوريته لبيد موليكيولس همي أن يحوليه إلى فريئ راديكالس ينطيني ينطيني هايدرو بيروكسيد ايس فإحنا إذا نسألنا ياابا الهايدرو بيروكسيد ايس البيروكسيد راديكالس بيا فيس يطلعون أقله بالبروكيشن فايس اختار البروكيشن فايس بيروكسيد ايشين فإحنا هزم نعرف كل مرحلة شي ينتج بها وش يصير بها التيرمينايشن فايس يقول الرياكشن ودو بروسيد انتشك تول بيروكسيد يعني راديكالس 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 بهذا الفايس بالتيرمينايشن ايش راح يصير راح يتحت البيروكسيد راديكالس اللي يطلع بالفيس الثاني راح يتحت ويه بيروكسيد راديكالس تمام يعني في راديكالس غير فعال هاي بالتيرمينال او تيرمينايشن فري او تيرمينايشن فايس زيل احنا في راديكالس الجذور الحرة اذا جسمنا مقدر يطلحش لازم شنسو لازم ننطي انتي اوكسيدينت مضادات للأكسيدة على مود نتخلص ان الريا راديكالس او تكون الريا راديكالس مضادات راح ينجي نشوف شنو وظائفه ونجي نعرفها مني هاي مضادات الأكسيدة اول شي احدنا نوعين اكو اابتى انتي اوكسيدنت وا chalkوا انتي اوكسيدنت اكو انتي اوكسيدنت تكسر وأكو تمنع زيل الانتي اوكسيدنت اللي يتكسرهم اللى هي يولوه انيبشن ال 유شييشن ال مع دقصين ت值 تثبط ان انيبشن اتacakو 건 الوبيراديكالس هاي انتي اوكسيدنت وظيفتها أنه من البداية توجد تقفل السلسلة ما تخليه تتكون من إياها الأنتي أكسدينت شن المثال عليها مثال عليها الكتاليز الكلوتاتيون بيروكسيديز الأثيلين ديامين تترا أسيتيت هذول كلهم نعتبرهم أنتي أكسدينت يسوون أنتي أكسدينت فأي واحد يجيب المثال يقول هذا شنوه هذا برايكداون أنتي أكسدينت أو يقول لك ينطيك الكتاليز والكلوتاتيون بيروكسيديز والأثيلين ديامين ويجيب لك واحد من ذول يجيب لك مثال يوريك أسيد من جماعة البرايكداون فأنت تقول له هذا خطأ يوريك أسيد فتوقع أنه يجيك أمسكيو بأي طريقة يصيغي لك هذه المجموعة الأولى من المجموعة الثانية المجموعة الثانية اللي هي برايك الأنتي أكسدينت الأنتي أكسدينت اللي يتكسر في راديكاز موت منع تكوينه اللي هي سوينه انهيبشن إلمن للبرو بيكيتيف فيس هذي الأنتي أكسدينت اللي يسوه برايكداون تجي شسه وتجي توقف الثبط يسوه انهيبشن إلمن للبرو بيكيتيف فيس اللي هو الفيس الثاني من عملية الليبت بيروكسيديز الفيس اللي يطلع به بيروكسيل راديكاز ويطلع به هايدرو بيروكسيل مزيلا من ضمن هذا هذي الأنتي أكسدينت هو السوبر أوكسايد ديسيميوتيز واليوريك أسد وفيتامين إي ذولا كلهم يسوون انهيبشن للبرو بيكيتيف فيس زين وبالتالي راح يتكسر الفري راديكاز زين احنا عدنا هنا هذا الفري راديكاز الفري راديكاز قلنا شنو موجود عنده موجود عنده انبيرت الكترون بالغلاف الخارجي مالته زين هذا مدام موجود عنده انبيرت الكترون فهو شنو يحتاج يحتاج انه ياخذ الكترون من موليكيوز من جزيئة كل شما بيها يمه تمام ياخذ منعته الكترون شون شراحته بالبداية على موجود يشبع نفسه هذا الفري راديكاز فمن اجي مثلا هنا جزيئة اعتها هنا الكترونات اجي اخذ الكترون منعته ضماء الى هاي بقطعته الكترون انبيرت الكترون مفرد فراح تتحول الى فري راديكاز وتبقى العملية هكذا وحدة جر وحدة آلية عمل الانتي اوكسيدنت شا تسوي ما تخلي هذا الفري راديكاز يتكاثر وسوي فري راديكاز اخرى تجي هاي الانتي اوكسيدنت تقول لي اقف لا تاخذ من غير وحدة انا راح انطيك راح انطيك الكترون تعال شبع نفسك فهاي الانتي اوكسيدنت راح تجي مباشرة تنطي الكترون وتشبعه وتخليه ما يتكاثر انطيكسيدنت عندي مثل فيتامين اي اللي هو شنو لبيت فيس انتي اوكسيدنت يشتغل على كانتي اوكسيدنت لليبيت فيس فيتامين سي اللي هو يعتبر اكواس فيس انتي اوكسيدنت وكذلك السيريليو بلازمين اللي هو انتي اوكسيدنت بالاكسترسلولر فلوت والكافاين ايضا انتي اوكسيدنت يعتبر افكت يعني نظر افكت انتي اوكسيدنت عدنا كذلك السستين والغلوتاثيون والفيتامين أي يعتبروهم كماينر أنتي أكسيدنت والبتا كاروتين كان أكت عز أشين برايكداون أنتي أكسيدنت كذلك البتا كاروتين يعتبرونه برايكداون أنتي أكسيدنت وكلهم ذولي يعني بات لس إفكت ذان ألفة توكوفيرول يعني التوكوفيرول يكون أقوى من ذوله كلهم اللي ذكرناهم يعتبر أنتي أكسيدنت كلش قوي عدنا الأنتي أكسيدنت يوسد ثرابيوتيك أيجينت اللي نستخدمه كعلاجات يعني واحد عنده الفريارتكالس صعدة بجسمه فأريد أنطي علاج أنطي فيتامين إي يعتبر أنتي أكسيدنت فيتامين سي دايمة ثيل ثيويورية كذلك الدايمة ثيل سولف أوكسايد وأيضا عدنا الألو بيورينول لحد هنا انتهت ملزمة الفريارتكالس شباب ملزمة حلوة أو سهلة وما بها شي عدتكم هي فكرة واحدة من البداية أنا شراحتها على هاي الصورة هاي الصورة ولو هاي الصورة صايرة هوسة يعني حاولوا يعني إذا ما فهمتوا أهمين باللغون على مودع يديركم شرحها يعني هاي الرسمة اللي رسميتها لكم هي هاي كل الفكرة يعني عليها شون الفريارتكالس بالضبط زيان وشراح يصير بجسمنا محاضرة أغلبها حفظ صراحة زيان أنا أشرلكم الأشياء أو حاولت والله أوضحها يعني ما أجهت كل شي قرأتها وعبارتها بس ردت أوضح لكم كل شي على مودة الحفظ يسهل عليكم صح طالت المحاضرة وأني أبدا ما أحب إنها المحاضرة توصل أربعين دقيقة أو توصل ممكن ساعة أبدا ما أحب هذا الشي أحاول أخلص من المحاضرة بوقت قياسي على مودة طالب شوية يصير لوقت يقراها بسرعة وما تطول عليها وما يمل منعتها فإن شاء الله استفاديتوا أي سؤال أي استفسار أقدر أجاوبكم إن شاء الله المحاضرات الباقية تنزل لكم قريبا